اشتركوا في القناة فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأنه يضر بالجسم قال تخفى ابن قيس الغفاري فبينما أنا متجع من السحر على بطني إذ رجل يحركني برجله فقال إن هذه ضجعة يبغضها الله عز وجل فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت متجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اتجع على شقق الأيمن رواه البخاري ومع تطور العلم أثبتت الدراسات العلمية الحديثة أن هناك أضرار بالغة في حالة النوم على البطن في حين شجعت أخرى على النوم على الشق الأيمن من الجسد لما يعود به من فوائل صحية على الجسم ومن مخاطر النوم على البطن التي أكدها الأطباء واحد زيادة حصوات الكلا حيث أثبتت الدراسات أن من ينام على بطنه وخصوصا من النساء يجعلهن أكثر عرضة لتكوين حصوات الكلا بحيث تحريك الجسم خلال النوم بطريقة أخرى يمينا ويسارا يحمي الجسم من تكوين الحصا لكن النوم على البطن يبقي الجسم بلا حرقة وهذا يؤدي إلى ترصب الحصوات بشكل أكبر اتنين اضعاف عضلات البطن وبروز المعدة وجعلها مترهلة تلاتة تقوص للظهر مع مرور الوقت إصابة فقرات الظهر بالإجهاد أربعة ضرر الرقبة وربما تقلصها نظرا لعدم تناسق الجسم أثناء النوم على البطن إضافة إلى شعور الشخص بالتشنق والانقباد في الأعصاب مخاطر النوم على البطن للأطفال كشفت دراسات طبية متخصصة أن الأطفال الذين اعتادوا النوم على البطن يتعرضون بشكل أكبر للموت حيث أكدت الدراسات أنها نسبة الوفيات ترتفع إلى ثلاث أضعاف عند النوم على البطن مقارنة بالأطفال الذين ينامون على أحد الشقين الأيمن أو الأيصر مخاطر النوم على البطن للحامل المرأة الحامل تتعرض لمخاطر خاصة بعد أول ثلاث أشهر من الحمل حيث يزداد حجم الرحم ويبدأ بالخروج من الحوض العظمي إلى جوف الحوض العادي الذي لا يحوي عظاماً فيصبح محسوساً باليد ويتعرض خلالها الجنين للرد عند النوم على البطن مباشرة فلا ينصح إطلاقاً بالنوم على البطن بعد الشهر الثالث خصوصاً بعدما تكون المشيمة مرتكزة على الجدار الأمامي للرحم فهنا قد يؤدي الضغط على البطن إلى انفصالها لذا يفضل أن تنام على أحد الشقين الأيمن أو الأيصر للحفاظ على صحتها وصحة الجنين فوائد النوم على الشق الجانب الأيمن 1- تخفيف ثقل الجسد على القلب لأن الرئى اليسرى أصغر حجماً من اليمنى 2- استقرار الكبد فلا تبقى معلقة الأمر الذي يجعلها تعمل بشكل سليم 3- ارتياح المعدة وقدرتها على إفراغ الطعام بسهولة بعد الهضم 4- سهولة وظيفة القصبات الرؤوية وانتقال الأكسجين في القصب الهوائية الأمر الذي يحمي من الإصابة بالعديد من الأمراض كالزكام ونزلات البرد وجفاف اللثة التي تتضاعف نسبة حدوثها في حالة التنفس من الفم 5- وضع اليد اليمنى على الخد الأيمن خلال النوم 6- يولد ذبذبات يتم من خلالها تفريغ الدماغ من الشحنات الزائدة والضارة مما يؤدي إلى الاسترخاء المناسب لنوم مثالي لا تنسى الاشتراك في القناة بالضغط على سبسكرايب باللون الأحمر أسفل الفيديو وتفعيل جرس الإشعارات لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك ترجمة نانسي قنقر